يوم العزاب أو سينجلز داي الذي أطلقته مجموعة علي بابا عام 2009 والذي يصادف في الحادي عشر من كل نوفمبر أصبح مهرجان تسوق وأكبر ساحة معركة بين شركات التجارة الإلكترونية الصينية حيث طغت العام الماضي مبيعات يوم سينجلز داي الصيني عند تسعة مليارات دولار على مبيعات يوم بلاك فراي داي الأمريكي عند مليار ونصف المليار دولار وعيد الفصح عند مليار دولار وكان جاك ما الرئيس التنفيذي ومؤسس المجموعة قد نقل العد العكسي لهذا الحدث إلى العاصمة بيجين اليوم واستضافت المجموعة برنامجا تلفزيونيا ليلة المهرجان لمدة أربع ساعات حيث استضاف أشهر مغني البوب في الصين إضافة إلى مشاهير أجانب أبرزهم بطل فيلم جيمس بوند دانيال كريغ ويبدو أن هذه الجهود لم تذهب سودان إذ حققت مجموعة علي بابا مبيعات بخمسة مليارات دولار خلال أول ساعة ونصف الساعة من الحدث ويتوقع محللون في دويتشا بانك أن يصل هذا الرقم إلى 13 مليار دولار بنهاية اليوم أي بزيادة بنسبة 40% عن العام الماضي يذكر أن حصة التجارة الإلكترونية تزداد عاما بعد عام في مواسم التسوق للهدايا حيث تجاوزت المبيعات في موسم الأعياد الماضي 130 مليار دولار في أوروبا وأمريكا سمر الماشطة العربية